ارتفاع غير مسبوق شهدته أسعار إيجارات المنازل هنا تحديدا شمالية الفلوجة في محافظة الأنبار حتى وصلت إلى أكثر من 600 دولار أي ما يعادل مليون دينار عراقي في بعض مناطق الفلوجة أسعار خيالية فاقت أسعار إقليم كردستان هذا ما يقوله المستأجرون مسألة الإيجارات ارتفاع غير مسبق لمدينة الفلوجة صار الأسعار يعني تجاوز من 500 إلى مليون وصار هم بالدولار 600 دولار 700 دولار 800 دولار يعني فاق على مدينة محافظة أربيل أسعار يعني كانت زاهدة 300 250 يعني بزايد 400 حسا فاقت عبرة المليون يعني قامت زاهدة أربيل هو تدري المستأجر من يجي يستأجر هو ما عنده مثل ما تقول دخل مضبوط يفوت أحتين كان اشترا بيت ولو فهي هسا الأسعار تجاوزت 700 وتجاوزت 800 ويؤكد متخصصون أن الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي أصبح بيت جذب للوافدين إلى المدينة إضافة إلى قربها من العاصمة بغداد فأصبح هذا الوضع محط أنظار العديد من العوائل بحيث أصبح جاذب من مناطق بعيدة والسكن داخل مدينة الفلوجة نظرا للاستقرار الأمني الذي تتمتع به المدينة وهذا يعني ما أصبح شاهد عيان أو واضح للعيان بأنه الأسعار بدأت بالارتفاع ووصلت إلى كذا يعني ألف دينار واعتمدت الحكومة المحلية في الأنبار أخيرا البناء العامودي وتشيد أبراج سكنية تعتبر الأولى من نوعها في المحافظة لعلها تسهم في الحد من أزمة السكن من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة